الملعب ده لقم اثنين وكان مخصص قبل كده التدريب الفريق الاول وكان فيه فترة من فترات كان فيه وجهة نظر عند المهند الساعد الجندي رئيس النادي في الوقت دول ان هو يقيم محلات على شرع الشبين وتم فعلا هد الصور وزالت الملعب عشان يبني محلاته وابتدى فعلا بتنفيذ وبعد فترة مش المهند الساعد وجات الادارة جديدة كان وجهة نظر ان يرجع تاني الملعب لاصله فابتدى يشتغلوا فيه وابتدى يبني الصور وتعطى الموقف الغت لما جي الحاجة حمد وتبنى الموضوع وعلى نفاقته الخاصة والله ملعب السادي اسمهي ده مشكلة لان هو الملعب ده كان يمكن ملعب نلي اسمهي من احسن ملعب الموجودة في المصر كلها ولكن جا فيه سنة 2007 ابتدى يتجاهز الملعب عشان بطولة افريقيا تقريبا فتحط في الملعب انواع بزور مختلفة ثلاث انواع فبالتالي بيجي فيه اشهر الشتاء اللي هو اتناشر واحد واثنين وجوزي من ثلاثة بيبتدى اللون يتغير فابتدى الملعب يظهر باكتر من اللون ده بيأثر طبعا على المنظر العام وعلى الاداء عليان احنا انتهزنا الفرصة اللي فاتت ديات في صفة الفريق للكونغو وجاهزناه وان شاء الله يظهر بمظهر كواس في مبارك جاية ان شاء الله انا في البرنامج بتاعي في ايام الانتخابات طبعا وعدت الجمال العمومي وعدت الناس ان انا اول ما ادخل اعمل ملعب للنادي الاسماعيلي وطبعا وعدت وفيت فكان مفيش حتة اعمالها ملعب فانا في النادي لقيت الملعب ده كان مباني والمحافظة طبعا ملعب مباني من المباني شلتها وبعدين جبت الوضر وجبت اليزر وسويت الارضية وبعد كده زرعت النجيلة وزي ما انت شايف حضرتك ان شاء الله على فترة بسيطة ان شاء الله الافتتاح فاضل قدام غير اللصور ده اللي هو علشان عايزة محره مكان مهده اللصور والله انا كنت احط له ميزانية نصف مليور فلغير دلوقتي صرف حوالي 420 فيش حد يقدر يقف ضدي لانشاء اي ظرف للنادي الاسماعيلي لان انا باخدم النادي بتاعي حد يقف ضدي بافرمه وانا بقولها علني كده بافرمه لان ما فيش حد دخل النادي من اي حد قبلي فانا باخدم النادي ما يكونش انا اخدم النادي وحد يقف فوشي فيه ما فيش فيه ما فيش فيه ما فيش عايز الوردة كده 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 هينفي الاخر نقول للناس في انتخابات اللي ما فيش وفي النهاية الوردة هتخلص مش هنعرف فيها اللي ما فيش بصوا بقى احنا انفرضنا انبراح بموضوع الجواب اللي طلعته اللاجنة الاولمبية المصرية لاجنة الاولمبية الدولية اللاجنة الاولمبية المصرية خدت كل اللي هي عايزة الاستخلالية الدعم الفلوس ادارة الرياضة وزارة الرياضة والشباب هتبقى المنشآت وحتبقى قطاع الرياضة قطاع البطولة راح للاجنة الاولمبية المصرية فالاجنة الاولمبية المصرية ايه راح ايه مش للخلف ضر يعني ايه كده لا استنى عشان الكرسي مش جايب كده يعني ايه كمان شو كده مش هتقدر ترجع كده تاني يعني ايه يا رب ايه نمائن بقى يعني نعديها بقى خلاص ما الدنيا حلوة احنا طالبين عشر حاجات جاي منها تسعة تسعة العشرة كده دخلنا كلية الطب ده الموقف يعني دكتور حسن مصطفى صمم على اضافة جملة على كتابة جملة عشان يبقى الخطاب منتهى الامانة للجنة الولمبية الدولية الخطاب وصل بالامس بالفعل للجنة الولمبية الدولية فالخطاب فيه انه اه الحكومة التزم كذا وكذا وكذا يعني فقط لحتة الانتخابات والشؤون الداخلية في مصر ولكن هذه الانتخابات ستجرى على اللائحة التي رفضتموها من قبل عشان يكون فيها امانة يعني دلوقتي كله بقى ايه بلغة السينما يقول اكستاند باي اكشان لسه المخرج مقالش اكشان بقى الاكشان جايبين ستوارت فيرس بتاعها برا انا معاش اصف يعني المصرين الاجانب قوي يعني احترموا جاهلي فمين اعظم مثلا لو هتشكو الجه ما هو بقى فيلم روحب عندنا اكشان مين اللي هيقولها بقى انا مش عارف اللجنة علمبية الدولية دلوقتي هي اللي هتقول الخطاب هيجي من اللجنة علمبية الدولية ناس تقول بكرة وناس تقول يوم الاتنين وناس تقول هيدرسوا ولا تفهم القصة ايه فالقصة نحن في انتظار احنا كلنا ستاند باي ستاند باي كده على اهبة الاستعداد اول ما هيجي قرار اللجنة علمبية الدولية يقول لك اوكي طالما انتم شايفين كده يبقى نرى اجراء الانتخابات يبقى في انتخابات او هتيجي تقول لك احنا عملنا خارطة الطريق وبعتنا لكم الفين وتمانية والفين وتلاتاشر والفين واربعتاشر والفين وستاشر والفين وربع بياه خمسة وعشرين وخطاباتنا بتتغيرش لو سمحتوا مفيش حاجة تتعمل الا من قانون الرياضة الجديد يتعمل والمفروض ما فيش حاجة تتعمل الا من قانون الرياضة الجديد يتعمل ده الطبيعي وده القرار اللي انكم تمنتظروا من الوزير المهندس خالد عبد العزيز ولا كان يهمه من الحملات اللي شغالة دي والكلام اللي في الجرائد واللي في بعض البرامج واللي من بعض الشخصيات والناس اللي بتصرف والناس اللي بتزعق والناس اللي بتجعر كل ده ولا كان يفرق خالص في نظام خاصة ان ده كان رأي المهندس خالد عبد العزيز قبل ان يتولى الوزارة زي ما قلت انبارح هو رجل سياسي وعنده ظروفه ومقدرش ابدا ان انا اتجاهلها لكنه هي الاصول بتقول كده قصة كلها ست شهور واللي ضامن النجاح حينجح اللي شايف انه قوي في الجمال ومية حينجح اللي شايف انه عمل خدمات للنادي وما سابش النادي طوال الفترة دي وكان متردد عن نادي وكان بيعمل شغل للنادي وكان بيحل مشاكل للنادي وكان بيسند النادي ماديا ومعنويا وادبيا وفنيا وكل الانواع دي وازمات النادي كان بيقف جنب النادي وما سابش النادي خالص ولما يسقط يبقى تاني يوم موجود في النادي ولما يتحلي يبقى تاني يوم موجود في النادي لو ده هو شايف انه كده وشايف انه ناجح مش مثلا باساليب اخرى خاف من ايه ما تتأجل سنة الانتخابات ايه المشكلة بقى انت في النهاية داخل النادي ليه عشان تيخدم النادي اخدم دلوقتي او اخدم بعد سنة مفيش حدوتة يعني زي ما قلتلكم موقفنا هنا لم ولن يتغير واضح جدا لكن الان نحن في انتظار اكشان من الفريد هتشكوك الولمبية الدولية اللي هيقول مين اللي هيبقى عليه الدور كان لازم اجيبلكم اغنية شادية واسمها وسهور البابلي العظيمة مين اللي عليه الدور رايا وسكينة احنا دلوقتي في مصرحات رايا وسكينة في فيلم رايا وسكينة الدور 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 موعودة يلا عليك الدور خلص فيلك خلص الترسانة بكرة نخلص من الترسانة انتخابات خلصنا من ونخلص من بيلا وفيه ثلاث انديا كمان نخلص منهم طب قدر جالك الجواب بالرفض طب قدر الجواب جالك قالك طب اعمل انتخابات لحد ما تعمل القانون الجديد وده وارد يقول لك اعمل انتخابات و لما يجي القانون الجديد بعيد الانتخابات تاني اعمل انتخابات ستة شهور واصرف الالاف خلاص اعملها على حساب المرشحي قلوهم انا اعمل انتخابات بس على حسابكم والدولة ولا تبعت لقضاء ولا تبعت لجان ولا تبعت حاجة على الاطلاق يعني في حاجة مصارى اليومين اللي فاتوا بقى خلاص شدنا الوردة وقفنا بقى الملف ده النهاردة مؤقتا يعني احاجة مصارى انا شخصيا نبقيتش عارف عمد متعب مصاب مش مصاب حيلعب مش حيلعب في المعسكر مش في المعسكر عمل عمل اياه ما عملش عمل ايه جاله تمزق جاله ايه اكتر واحد يقدر يقول لي الموضوع ده هو عمد متعب نفسه. مساء خيرك ابتنا عمد. خيرك ابتنا ازاك يا حبيب. الحمد الله تمام. هو انت مصاب يا ابني ولا مش مصاب ولا هتلعب ولا مش هتلعب ما تقوللي انا مش عارف احاجة. ما تقولي ناولي انا تقلت والله لا ما فيش اكتبت انا كان عندي مزق في مبارس منتاج الحربي والحمد لله ان الامور مش بشكل كويس تقعد فترة كبيرة بتاهل وبتعالج بعد ما ارجعت وانزلت للتبرين انا كان عندي تجمع ادامه موجودة كثير لكن المزق كان انتهى تماما وخلصت منه تجمع ادامه في نفس الرجل في نفس المكان اللي كان فيه المزق في نفس المكان بالضبط في اعلى الفخد مش كده لا تحت كبيرة يعني في العضلة الصفلية من العضل خلفية بين العضلتين فكان في حتة جوه شوية فما كانش ينتعيجة حتى بالمساج يعني لما تدليك العميك ما كانش يجيبه تمام فلما رجل رجعتني بعد ما رجعت رفت عملت سونار اكتشفنا طبعا الموضوع اللي تجمع قدامه فتقال فألنا سألنا الدكتور اللي عمل السونار انا دكتور ياب هل احنا هينفع ندخل نسحة بالدم اللي موجودة هو قال لا ما ينفعش ما ينفعش يتسحب لان المادة اللي موجودة او الحاجة اللي موجودة ده التجمع الدوي دي حاجة لازجة يعني ما ينفعش يتسحب بهذا المهم الحال ايه انت مش خلاص انا مش مصاب انا عندي تجمع الدوي هنعمل عليه استريتشات كويسة وهنعمل جلسات كهرباء وفي نفس الوقت انت موجود في الملعب فضلت موجود بحس بوجع انا مش طبيعي يا كدن صبير يعني اتمرن بس عندي احساس انها رجلي مش طبيعي ايه حاجة غير اه جي ماتشل صفاكسي طبعا كان مهم ان انا ابقى موجود مع الفرق او انا كنت حاد ان انا ابقى موجود ودخلت خلو الحمد لله ربنا كرمنا في المبارا وكسبنا سافرنا افريكا انا لما رحت هناك صراحة انا حستيت ان انا مش مرتاح ان رجلي مش مرتاحة فقعت مع كدن محمد يوسط انت محتاج ناس تبقى موجودة وبكامل قوتها في الملعب فانا حس ان انا رجلي مش طبيعي فمش هقدر افيدك يعني لو نزلت هبقى ممكن هدور الفرق اكتر مفاد فاول من نزلت اتفقت ان انا مع دكتورام ان انا هروح اعمل صراحة واشوف ايه اللي موجود عندي رحت عملت صنار لقيت التجمع زي مبولة حركة موجود فسألنا الدكتور اللي بيعمل لي صنار رح نحنسى عن الدكتور تاني قال لي لأ ممكن نقدر ندخل نسحب الدم اللي موجود ده فده اللي عملنا بالفعل مبارح سحبنا حوالي 12 سطنط دم اه ده اللي كان كبير شوية سحبناهم مبارح وخلاص الموضوع انتهى تماما بس دكتور ايه بفضل ان انا بعد ما بتسحب وبيكون فيه تجمع ده موجود بتبقى الالياس لسا مفتاحة فهو الان ان يحصل حاجة في اليومين دول فقال لي انت محتاج 48 ساعة راحة هنعمل بس تقويات من الثلاثة انا اعجبت اعجبت عايزة وموجود في الملعب ايه ان شاء الله بس خلاص وان شاء الله قال لي من بعد مبارات يانج افريكانز ان شاء الله كل موجود مع السرقة وبشاك عادي تتمرا عادي يعني ده مش هيعترك مع السرقة تماما وموجودش ايه مشكلة خاصة ده اخر حاجة النهاردة انا ودكتور ايه طيب يعني يانج افريكانز يوم الاتنين او التلات تكون في التعليم بإذن الله اتنين اقول مع الفرق ان شاء الله واحد اتنين الامة الظهر خلصت بصها كابتن شو بير انا 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 فاكر في جملة اولتها الحركة قبل كده قلت حركة انا لو اشتكيت من ظهري تاني هبطل كورة لا والله انا دي حقيقة يعني عشان ابو واضح بس والناس تبقى فاهمة انا قص الظهري انتهت تماما من طاعة العملية الحمدلله الحمدلله لو في يوم من الايام اشتكيت من ظهري هبطل كورة لا ان شاء الله مش هتشتك احمد الصابع ما ادعلو مش هتشتك معلش ما الناس بتحبك وانت برضو لاعيب مش قليل يعني لازم الناس تغرفها انا بوضح للناس كابتن شو بير عشان تبقى يعني انا اهو فيديو على انساني والامور واضحة انا ما عنديش اي مشاكل في ظهري خالص انا كل اللي كان ما اخرني الفترة اللي فاتت التجمع الدام واللي موجود في رجلي واللي اخرني اكتر ان احنا كنا يعني قلاني ان هو يتسحب ينفع يتسحب ولا ما تسحبش حد مسحبنا بقى الحمد لله التجديد مع النادي الاهلي اخباره ايه انا محدش كلمني خالص كابتن شو بير في موضوع التجديد تماما عشان بصير موطباطها ها ولا ولا اتكلمت ولا قعدت مع حد خالص يمكن هي الجملة الوحيدة بس اللي كانت كابتن هدي خشب الهالي قبل مباراة لانتاج الحربي انا هنعود عدل ماتش انا اصاب معادش مع حد ولا حد التالي لكن انت مرحب ومعندكش مشكلة معندكش شروط لا ما فيش اي حاج خالص انا انا ابن النادي الاهلي والنادي الاهلي شايفة انا موجود تحتهم عماد متع بشكرك شكرا جزيلا خلص كده مقلة وده اللي خلصنا تعالوا عندنا شوية تقارير عايزين تطلع بشارع عبدالعزيز ولا عايزين نطلع بزي النهاردة وبعدين ناخد الكابتن حمادة صدقي لان احنا عاملين حفلة النهاردة انا بصراحة جاب الكابتن حمادة كرمه اجيب من الاخر يعني انا بحبه اجيب اقول اكتر من كده ايه جادع وابنبلد وصعيدي وعمل شيء رائع جدا في التدريب فخلص يبقى لازم النهاردة نكرمه هندي له حتتين كده مهموزين صغارين كده في وسط الحوار لكن في الاصل النهاردة يستحق التحية والتقدير والثناء كابتن حمادة صدقي وبرضا هنفتح لكو التليفونات شوية عشان تنخشوه تكلموه وعندنا تقارير عن شارع عبدالعزيز ايضا هكون في وجود كابتن حمادة صدقي بعد الفاصل زي النهاردة من سبعة وستين سنة ولد الحارس الكونغولي العملاق كازادي روبرت كازادي موامبا يعتبر احد افضل واشهر حراس المرمى في تاريخ القارة الافريقية حيث تؤلق في صفوف تي بي معزنبي عملاق الكرة الكونغولية كما قد منتخب بلاده للفوز بكأس الامم الافريقية اربعة وسبعين في مصر وشارك في نهائيات كأس العالم في المانيا الغربية في نفس العام اشتركوا في القناة